السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي دي الرسالة ليكم النهاردة رسالة الملاك هي رسالة جميلة من الملاكة الملاك هنا بيحاول يبلغك ان هم معاك وحواليك في كل مكان يعني انت ممكن تقول يا ترى ناس بتسأل نفسها هنا انا يا ترى روحاني فعلا انا فعلا بتوصلي رسائل من الملاكة انا يا ترى مثلا في فعلا ملاك بيساعدني ولا دي رسائل انا بس معها وخلاص هنا جاي لك التوكيد الالهي ان هم معاك وحواليك في كل مكان عايزين يأكدولك ان احنا معاك فعلا وانت ان فعلا انسان روحاني انسان نوراني كمان لانك معاك ملايكة مش روحانيات بس كمان بيقولولك احنا معاك في كل مكان وحواليك حتى لما بتخرج بنكون معاك وبينساعدك من غير ما تحس الملاك هنا بيبلغك في الرسالة لو في شيء حصل معاك في الماضي وانت تأثرت منه الملاك هنا بيبشرك ان اللي انت فيه ده هيروح هيمشي من حياتك وهيجي بداله الفرح والفرج باذن الله والرزق والزواج واعلم ان اللي حصل ده حصل علشان انت تكون عارف مين اللي معاك ومين اللي ضدك وتتعلم من اخطائك وتحاول تعدل من نفسك وتعمل الشيء الصحيح فده كان لازم مرحلة عشان تمر بيها وتتطور روحيا وتقدر ما تكررش الحاجات اللي حصلت معاك زمان وتعرف مين اللي معاك ومين اللي ضدك يعني تعرف مين عدوك ومين حبيبك من الآخر فكل اللي حصل معاك ده حصل معاك لتطور روحك علشان تقدر روحك تتطور للأفضل في الأيام القادمة بإذن الله أو في الفترة اللي جاية يعني انت كنت زمان ممكن تكون كنت سازك شوية ممكن كمان كنت بينضحك عليك كتير بسهولة وكان بينسل بحقك دايما بتسيبه انت بتسيب حقك في كل شيء والناس يعني كانت بتحاول ان هي تستغلك باستمرار كانوا بيستغلوك هنا ماديا وفي ناس مستغلة عاطفيا وفي ناس مستغلة فكريا يعني ناس بتاخد أفكارها وتعملها هي لأنها بتتكلم كتير قدام الناس أنا هعمل الفكرة دي هنا أنا هعمل الفكرة ده في مشروعي فبتحصل معهم فالناس بتاخد أفكارهم وتعملها في مشروعهم هم في هنا استغلال التام يعني الناس هنا كانوا مستطيبينك زيادة عن اللزوم عارفين انك انت طيب زيادة عن اللزوم وكان لازم تحصل معك ده علشان تفوق بقى انت هتفوق من اللي حصل لك ده كله لانك جتلك صحوة روحية يعني في صحوة روحية جاية لك من عند الله روحك خلاص مش هتكون كده بعد بعد كده تاني روحك عايزة قلبك يرتاح فروحك الجميلة دي بتتصل بالملائكة من شفافيتها العالية وطيبة قلبها وقصرة نقائها يعني انت روحك نقية لدرجة جميلة جدا الله اكبر الله اعظم معلش حبيبي انا استنيت تم الازان يخلص وبعدين كملت الفيديو فطبعا هنا انت باذن الله روحك جميلة جدا فهي بتتصل بالملائكة علشان هي نقية سبحان الله وقلبك نقي جدا فهنا روحك بتساعدك بالاتصال الروحي بالملائكة يعني الروح بتساعد الجسد ان هي تتصل بالملائكة والروحانيات علشان تساعدك في امور حياتك سبحان الله الملائكة بتحبك انت عندك حب الهي وحب ملائكي سبحان الله ناس كتير من لي بتسمع الفيديوهات بتاعتي بتكون رسالتها من الملائكة رسالة حب غير مشروط الملائكة بتحبك جدا فيك حاجة جميلة فيك حاجة جميلة ان الملائكة بتبعت لك طاقة حب معنى طاقة الحب الملائكة دي إن ربنا بيحبك مش ممكن مش ممكن أبدا إن الملاك يحبك وإنت ربنا ما بيحبكش مش ممكن ربنا لما بيحب إنسان بيبعث في الملائكة إن حبه فلان فأنا أحبه سبحان الله فربنا الملائكة كمان بتبعث في الأرض إن الله يحب فلان فيجعله ملائكة السماء وأهل الأرض يحبه الإنسان ده إنت فيك حاجة جميلة أنا كل ما أعمل رسالة ألاقي حب ملائكي جميل وطاقة حب غير مشروطة من الملايكة ليكم وده دليل على حب ربنا ليكم سبحان الله حب الملايكة ده نابع من حب الله وربنا أمرها إن هي تساعدك في حياتك لأن ده تسخير إلهي ليك من الملايكة إنت هنا الملايك بيقولك إنت استفدت من اللي حصل معاك وهتكون إن شاء الله في أصلح حال في المستقبل في ناس هنا ما شاء الله حتى تزوج في ناس هنا هتلاقي شريك الحياة المناسب في هنا ناس هتكون مسؤولة عن عيلة جميلة يعني بيكون طبعا هو شايل مسؤولية بس كزوج يعني هيكون لك عيلة أو مثلا متزوج فهيكون لك طفل فهيكون لك هنا عيلة جميلة بإذن الله في ناس هنا برضو متزوجة هتكون في أسعد أيام حياتها بإذن الله الفترة اللي جاية وهتستقر حياتها عائليا وعطفيا وماديا بفضل الله في استقرار ماد هنا لإن في رزق بإذن الله وفتح أبواب سماء في ناس هنا بتستغفر كتير والاستغفار ده ربنا بإذن الله حيرسل عليكم السماء مدرارا يعرفوا يا جماعة كسرة الاستغفار يفتح الله لكم به أبواب السماء ومفاتيح الرزق من السماء ربنا قال في السماء رزقكم وما توعدون لكن نزل لك مفتاح الرزق بتاع السماء ده ربنا نزل لك مفتاح وهو الاستغفار والحمد بقرة وأصيلة يعني لو حمدت ربنا كتير واستغفرت هو ده مفتاح رزق السماء في السماء رزقكم وما توعدون ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا سبحان الله يعني رسالة تانية برضو للبعض منكم بتقول لك هنا الملاك بيقول لك إيه انتبه لعلامات اللي احنا بنبعتها لك في علامات كونية بتوصل لك عن طريق الأحلام في علامات الكون انتبه للرسائل الكونية أنا طبعا أيلالكم الرسائل الكونية زي الريش الأرقام الجمل اللي بتيجي تظهر على غفلة آية قرآنية تظهر لك على النت دي علامات بيوصل لك فيها رسالة الملاك ممكن حلم تحلمه بتكون ليك فيه رسالة ممكن رسالة ملايكة تيجي أصادك بتكون ليه رسالة حتى دي الرسالة دي ليها رسالة ليك انك تنتبه للعلامات الكونية اللي بتحصل ممكن العملات المعدنية اللي بتلاقيها في طريقك بتلاقي زي جنيهات بتلاقي حاجات فضية حاجات عملات في الطريق دي برضو رسائل ملاكية بتقول لك انتبه لما تلاقي عملة فضية او عملة في الشارع وانت ماشي ودايما بتلاقي الفلوس دي اعرف انك كده الملاكية بتقول لك انتبه للعلامات الكونية العملة معناها اي يا جماعة انتبه للعلامات الكونية فطبعا انت بقى تحاول اي جملة تيجي أصادك اي قرآنية تنتبه لكلمتها كويس جدا اي رسالة زي كده انتبه للي بتقال فيها لانك بيكون لك فيها رسالة قوية جدا والملائكة عايزة توصلها لك زي ما قلت لكم حتى الرسالة دي بتقول لك هنا انتبه للإشارات المنامية اللي بتجي لك لانك بتجي لك إشارات في المنام هتخليك تعرف ايه انتبه لأحلامك هتخليك تعرف ايه الإشارات اللي بيعتها لك الملاك لو حد منكم حلم حلم وعايزني أسعده يكتبهولي فيه التعليق إلا لو كان حلم حاسس فيه بشر فما يكتبهوش أصلا علشان سيدنا محمد حذرنا أني ما نحكيش الأحلام اللي حاسين من جوانا إنها مش حلوة اللي قال لو شفته شيء تقرهوه فما حدش يحكيه أبدا تدفل على شمالك ثلاث وما تحكيش الرؤى ده الأفضل حتى لمفسر الأحلام سيدنا محمد قال الرؤى معلقة في رجل طائر فإذا فصرت وقعت فطبعا أنا بفسر لكم الأحلام في القناة بس حاولوا يا جماعة اللي شايف حلم حاسس إنه مش حلو أنا كمان ساعة ما بردش على الأحلام ربنا يسمحني بل أحس إن هي فيها حاجة سلبية فما بردش أرد عليها علشان ما تتحققش ليكم لإني لو فصرتها هتقع مثل ما فصرت في هنا كمان حبيب رسالة هنا لإسترجاع حقوق في ناس هيرجع لها حقها المسلوب منها بفضل الله حتى لو حقك مسلوب منك حق معنوي يعني لو إنسان غلط في حقك هيجي يعتذر لو ناس واخد منك مال أو حاجة زي كده هيرجع لك في هنا استرداد حقوق بس الملاك بيقولك استمر على اللي أنت فيه خليك دايما تذكر الله وتدعي له بإن حقك يرجع لإن حقك هيرجع بفضل قربك من الله ودعوتك الجميلة اللي ربنا مستجاب لها بإذن الله أنت صاحب دعوة مستجابة خليك مستمر أنا كده خلصت الرسالة حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا